السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اليوم رح نبدأ بالدرس الثاني من الوحدة 16 وهو درس التحويل بين وحدات قياس السعة لطلاب الصف الرابع من مدرسة البيت العتيق الإسلامية وخلوني يا رابع في البداية أذكركم بمفهوم السعة السعة كانت هي مقدار ما يحويه الجسم من سائل وتعرفنا برضو أن السعة تستخدم لقياس حجم وكمية السوائل فقط تمام وتعرفنا على وحدات قياس السعة كانوا وحدتين فقط لقياس السعة وحدة اللتر ووحدة الملي لتر تعرفنا إن وحدة اللتر تستخدم لقياس سعة الأوعية الكبيرة أما وحدة الملي لتر تستخدم لقياس سعة الأوعية الصغيرة أما يا رابع بالنسبة لدرس اليوم التحويل بين وحدات قياس السعة درسنا اليوم جدا سهل بنتعلم فيه كيف نحول من وحدة اللتر إلى وحدة الملي لتر في البداية خلونا نتعرف على سلم السعة سلم السعة يحتوي على وحدات قياس السعة اللي هم اللتر والملي لتر طبعا اللتر هي أكبر وحدة لقياس السعة أما الملي لتر هي أصغر وحدة لقياس السعة وأيضا يا رابع تعلمنا سابقا أنه عند التحويل من وحدة قياس كبيرة إلى وحدة قياس صغيرة العملية رح تكون ضرب تمام أما عند التحويل من وحدة قياس صغيرة إلى وحدة قياس كبيرة العملية رح تكون قسمة وأيضا فيه معلومة أنه اللتر الواحد يحتوي على ألف ملي لتر تمام هلأ خلونا نشوف مثال كيف نحول من وحدة اللتر إلى وحدة الملي لتر تمام شوفوا معي هذا السؤال 12 لتر كم يساوي بوحدة الملي لتر تمام إذا بدنا نحول من وحدة اللتر من وحدة قياس كبيرة إلى وحدة ملي لتر وحدة قياس صغيرة هلأ في البداية دائما قلنا نروح للسلة ولازم السلة نكون حفظينه هلأ إحنا واقفين عند اللتر بنا ننزل لأوين لعند الملي لتر إيش العملية من كبير إلى صغير رح إيش نضرب إيش العدد اللي رح نضرب فيه رح نضرب بألف إذا نرجع للسؤال من 12 رح تنزل من وحدة قياس كبيرة إلى وحدة قياس صغيرة رح نضرب والعدد اللي رح نضرب فيه ألف من وين جبنا الألف من السلة تمام هلأ صار عندنا 12 ضرب ألف قلنا 12 ضرب واحدة بيعطينا 12 والثلاث أصفار في الضرب بتنزل إذا صار الجواب عندنا 12 ألف ملي لتر وخلونا يا رابع هلأ نشوف مثال آخر عندنا 4 لتر كم تساوي بوحدة الملي لتر بدنا نحول من وحدة لتر إلى وحدة ملي لتر قلنا دائما لازم نكون حفظين السلم نرجع للسلم يا رابع إحنا هلأ هون عند اللتر بنا ننزل لعند وحدة الملي لتر تمام من وحدة قياس كبيرة إلى وحدة قياس صغيرة العملية ضرب وإيش العدد اللي رح نضرب فيه ألف وبنرجع للمسألة يا رابع هلأ الأربعة رح تنزل من وحدة قياس كبيرة إلى وحدة قياس صغيرة العملية رح تكون ضرب إيش العدد اللي رح نضرب فيه ألف من وين جبنا الألف جبناها من السلم تمام هلأ بنضرب أربعة ضرب ألف أربعة ضرب واحد بيعطينا أربعة وثلاث أصفار بالضرب بتنزل تمام فبصير عندنا الجواب أربعة آلاف ملي لتر وقع يا رابع أنه درسنا كتير سهل لأنه فقط عند التحول من وحدة اللتر إلى وحدة الملي لتر فقط بدنا نضرب العدد بألف والآن خلونا يا رابع ننتقل لكتاب التمارين صفحة 48 نشوف التحدي الأول التحدي الأول معطينا أعداد بوحدة اللتر وطالب مننا نحولهم إلى وحدة الملي لتر تمام خلونا نشوف أول عدد عندنا 3 لتر كم تساوي بوحدة الملي لتر قلنا لازم نرجع للسلام هلأ إحنا من وحدة لتر إلى وحدة ملي لتر العملية ضرب تمام لأنه من وحدة قياس كبيرة إلى وحدة قياس صغيرة رح نضرب إيش العدد اللي رح نضرب فيه العدد ألف نرجع للسؤال إذن 3 لتر بنحولها إلى وحدة الملي لتر فبنحط العدد 3 إشارة ضرب لأنه من وحدة قياس كبيرة إلى وحدة قياس صغيرة والعدد اللي رح نضرب فيه ألف فصار عندنا 3 ضرب ألف وتساوي 3 ضرب واحد بيعطينا 3 و3 أصفار بالضرب رح ينزلوا إذن الجواب صار عندنا 3000 ملي لتر 3 لتر تساوي 3000 ملي لتر وهلأ يا رابع خلونا نشوف الرقم الثاني 7 لتر بنحوله إلى وحدة الملي لتر تمام هلأ السبعة رح تنزل قلنا من وحدة قياس كبيرة إلى وحدة قياس صغيرة العملية رح تكون ضرب إيش العدد اللي رح نضرب فيه قلنا من السلة منلاحظ أنه عند التحول من وحدة اللتر إلى وحدة الملي لتر رح نضرب بألف تمام إذن رح نضرب العدد 7 بألف هلأ صار عندنا 7 ضرب ألف ويساوي 7 ضرب واحد بيعطينا 7 وأي عدد بنضربه بصفر بيعطينا صفر أصلاً ف3 أصفر بتضرب بتنزل هلأ صار عندنا الجواب 7000 ملي لتر إذن يا رابع عند التحويل من وحدة قياس كبيرة إلى وحدة قياس صغيرة رح نضرب ومن وحدة اللتر إلى وحدة الملي لتر عندنا العدد ألف فبنضرب 7 بالألف فبطلع عندنا الجواب 7 لتر تساوي 7000 ملي لتر عندنا العدد 4.3 لتر بدنا نحول هذا العدد إلى وحدة الملي لتر تمام إحنا قلنا أول إشيء 4.3 رح تنزل بعدين من وحدة قياس كبيرة من وحدة اللتر إلى وحدة قياس صغيرة وحدة الملي لتر العملية رح تكون ضرب تمام فبنحط إشارة الضرب طب إيش العدد اللي رح نضرب فيه العدد ألف طبعا وين جبنا الألف جبناها مين سلم التحويل تمام من اللتر إلى الملي لتر بس درجة واحدة وقيمتها ألف تمام فضربنا بألف قلنا 4.3 ضرب ألف لما يكون عندي عدد فيه فاصلة ورح نضرب بعشر أو مية أو ألف إحنا هلأ رح نضرب بألف شو رح نعمل بالفاصلة قلنا نحرك الفاصلة إلى اليمين حسب عدد الأصفار كم صفر عندي هون عنا ثلاث أصفار إذن رح أحرك الفاصلة ثلاث أصفار أو ثلاث منازل تمام؟ تمام شوفوا هلأ كيف هلأ إحنا وين هون؟ هاي الفاصلة رح نحركها ثلاث منازل إلى اليمين حسب عدد الأصفار إذن هيك منزلة واحدة بصير هون موقحة بعد الثلاثة بدنا المنزل الثانية هون بعدين المنزل الثالثة هون رح يكون مكانها طيب المنازل هادي الفاضية شو بنحط مكانها وقلنا بنحط مكانها أصفار واضحة المنازل الفاضي بنعبيهم أصفار فبصير عنا الجواب 4300 ميلي بيتر إحنا يا رابع الفاصلة أخذناها بالفصل الأول وبرضو شرحناها بوحدة الكتلة ووحدة إيش والطول تمام؟ خلينا أشرح لكم المنازل الفاضي هادي بطريقة تانية طبعا إنتوا يا رابع أخذتوا بالفصل الأول عن لوحة المنازل العشرية وتعرفنا إنه لما يكون عندي فاصلة عشرية اللي قبلها رح يكون أحد عشرات ميئات تمام؟ واللي بعدها رح يكون جزء من عشرة جزء من ميئة جزء من ألف جزء من عشرة آلا فتذكرتوها هلأ إحنا عنا العدد 4.3 تمام؟ 4.3 هلأ كيف بنمثلوا على لوحة المنازل الفاصلة العشرية قبلها 4 وبعدها 3 يقرأ 4.3 جزء من عشرة تمام؟ هلأ إحنا الفاصلة بنا نحركها 3 منازل إلى اليمين حسب عدد الأصفار إذن الفاصلة هون بنحركها هيك أول منزلة هيك منزلة الثانية وهيك المنزلة الثالثة بعدها نبع بيهم أصفار هذا نفس اللي أنا كنت أشرحه وين اللي شرحته هون والآن يا رابن خلونا نحول 19 لتر إلى وحدة